السؤال يقول لو قال لك معلمك أني سأهديك هاتف نقال سعره لا يقل عن مئة ألف دينار ولا يزيد عن أربعمائة ألف دينار لو حصلت على العلامة الكاملة في الامتحان الوزاري كان في وقتها كيف نمثل هذا السؤال على شكل متباينة مركبة والآن أقول لك كيف سنمثل السؤال على شكل متباينة قيمة مطلقة سنحاول حل السؤال معن أعزائي إذن يقول أن سعر الهاتف النقال أكس أصغر أو يساوي أربعمائة وأكبر أو يساوي مئة كيف سيتم تحويل هذه المتباينة المركبة إلى متباينة قيمة مطلقة كأني أسمع أحدكم يقول يجب استخراج متوسط الطرفين أي أننا سنقول أن أج يساوي مية زائد أربعمائة على اثنيا وتساوي خمسمائة على اثنيا ميتين وخمسين إذن هنا ويساوي مية ناقص ميتين وخمسين أصغر أو يساوي أكس ناقص ميتين وخمسين أصغر أو يساوي أربعمائة ناقص ميتين وخمسين إذن مية ناقص ميتين وخمسين لابد أن الجواب مئة وخمسون أصغر أو يساوي أكس ناقص مئتين وخمسون أصغر أو يساوي مئة وخمسون كيف أعرف أني بالاتجاه الصحيح ستقول لي ظهر عندنا طرفين متناظرين إذن متباينة الهاتف النقال ستكون مطلق أكس ناقص ميتين وخمسين أصغر أو يساوي مية وخمسين